تعالوا نشوفوا أمنيات الصالحين يوم القيامة العبد الصالح عند الموت الملائكة هتنزل عشان تبشروا بالجنة فيفرح وأول ما يحملوا على الأعناق يقول لهم قدموني قدموني عايز يشوف ما كانتوا في الجنة اللي الملائكة بشرتوا بيها قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأول ما يدخل القبر وينجح في الإجابة على أسئلة الملكين ويشوف ما كانتوا في الجنة يتمنى يرجع لأهله عشان يبشرهم ذفوزوا بالجنة قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره يقول دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم سبوني أرجع للدنيا عشان طم من أهل علي وفرحهم عشان هم كمان يكتهدوا في العبادة ويفوزوا زي بالجنة فيقولان أسكن ونم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ربنا قال لنا على مؤمن آل ياسين لما مات وشاف ما كانتوا عند ربنا فتمنى إن قوم يعرفوا إنه فاز عشان يؤمنوا زيه رغم إنهم أتلوه وهو بيدعوهم للإيمان وكانوا مختلفين معاه الله على سلامة صدر المؤمن وتمنيه الخير للآخرين حتى لو كانوا مختلفين معاه قال تعالى قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين حتى الشهيد بالرغم من إن لمكان عظيم عند ربنا يتمنى يرجع الدنيا تاني عشان يقاتل فيقتل في سبيل الله من عظيم ما رآه من قرامة سيدنا جابر بن عبد الله لما سمع إن أبوه نالي الشهادة راح يبكي عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابكهي أو لا تبكهي فلا تزال الملائكة تظله بأجنحتها من الأرض إلى السماء يقول جابر فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا جابر قلت بما يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم الله أباك كفاحا بغير حجاب فقال له يا عبدي تمنى علي قل لي نفسك في إيه عبدي تمنى علي فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل مرة أخرى في سبيلك لما وجدت من حلاوة الشهادة فقال الله قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون فتمنى أمنية أخرى فيقول يا رب أتمنى أن تبلغ عني إخواني ما أنا فيه من السعادة والنعيم طب منهم علي يا رب وقل لهم أد إيه فرحتي وأنا في الجنة فأنزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ربنا بيصور لنا أهل السعادة اللي فازوا وقت إعلان النتيجة في مشهد كرآني جميل الناس اللي مضيعوش الفرصة من إيديهم واستغلوا كل دقيقة في حياتهم فطاعة الله قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه هيجري في أرض المحشر فيقول ها أمقرأوا كتابية أنا نجحت إني ظننت أني ملاق حسابية أنا كنت على يقين أني هقاب ربنا ومش هيضيع تعبي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية تحب تكون من أهل السعادة اللي هيقولوا ها أمقرأوا كتابية ولا تكون من أهل الحصرة اللي هيقولوا يا ليتني لم أوت كتابية وقف سيدنا علي رضي الله عنه يوما بين المقابر فقال السلام عليكم يا أهل المقابر أما أموالكم فقد قسمت وأما بيوتكم فقد سكنت وأما أزواجكم فقد تزوجن غيركم هذا خبر ما عندنا فما خبروا ما عندكم ثم سكت قليلا والتفت إلى من كان معه وقال أما والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا فتزودوا إن خير الزاد التقوى فتزودوا